موسيقى موسيقى صراحة الماتش ما نقول لك ما كانت المنتخب المغربي او موسيقى او موسيقى اولا كانت الرطوبة اولا كانت المغرب شعوري موسيقى نحن يعملون موسيقى 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 اولا كانت المغرب جديدة موسيقى او موسيقى موسيقى اولا كانت المدرسة موسيقى بحكم أننا نحن في كأس العالم وصلنا النصف النهائي فليس شيء سهل والثاني حاجة وهو الجو الرطوبة كنا نرى الدراري مساكن عند عينيهم ونحن كوم حمر بالصاد والجو مزموط لهم الحال والدراري ديونا كاملين كلابوا في الدول الأوروبية يعني الجو ديال الدول الأوروبية ماشي هو الجو ديال أفريقيا إن شاء الله يكون خير وبنسبة التفاعل كانوا بزاف ديال أخطاء يعني بزاف ديال أخطاء ليشاهدهم الجميع وشاهدهم جميع المغاربة كانوا بزاف ديال أخطاء اللي لم تفوقناش أننا ننجحو أولا نديروا واحد النتيجة اللي كنا كنا دارين فيهم تيقى كبيرة وما زال باقي اتقال شاء الله فلما تشجيع لاش اللان نربحو بوحدة ثلاثة الزيرو ولا أربعة الزيرو ولا تتخمسة الزيرو ماشي مشكي إن شاء الله نديروا اتقالينا الكاملة في المنتخب المغربي والله يبعد علينا عيني اللاجيان ونقول له إن شاء الله نتلقوا في المباراة الأخيرة وغادي يشوفوا النتيجة شكرا السلام عليكم الماتش اليوم قاسح شوية من ناحية أنه اللعبين في وقت اللي قاسحها بزافة مشي وما مولي فين أصلا وعاد لجوء بدرايك اللعبوا كامل في التوري الأوروبي يعني مولي فين وعاد لجوء من إن شاء الله الماتش جاي كونتر زامبيان نجيبو تاني التأهب وإن شاء الله أمر بوحا إن شاء الله شكرا لكم السلام سوف لنا بعد ما خلال الآن هنيئا اللاعبين على القتالية ديالهم على أرضية الملعج فكما تشوفوا دروا مجهودات بدلوا مجهودات قتلوا مع صلحهم شلحة ان شاء الله في المباراة المقبلة وتأهول ان شاء الله بإذن الله شكرا بالنسبة لوجوم المتخل المغربي قتم مقابلة رائعة من الكروش في جميع المقابلات لدازو يعني لا نقدرش نحكم على لعب في المباراة واحدة بالنسبة للمباراة رائعة فانيئا للشعب المغربي طروى 4 بوان المباراة المقبلة إن شاء الله بإذن الله أغاية سنلحظنا وننتأهلوا إن شاء الله بإذن الله المباراة الأخيرة فبنسبة لتوقع ديالي إن شاء الله جوجل زيرو تأهول المنتخب المغربي إن شاء الله نتلاقوا مع التوانسة ولا مع التزير نشكر المنتخب الوطني على أداء الزوين واخات سلب تعودوا ولي كان ماشي مشكل راضيين في الصرة وفي الضرة وكنسندوهم شكرا بزاف لضعون كافي على الاستقبال الزوي اللي داروا لنا وعلى هذا الماتش الزوين وإن شاء الله نتلاقوا نهار نهار الاربع إن شاء الله في ماتش واحد أخر وبتوفق للمنتخب الوطني وشكرا بزائل بالنسبة للماتش الجاي إن شاء الله كانت وقعوا أننا سنربحوا إن شاء الله لأننا ديمنية ديالنا في الفريق البطني المغربي أننا سنربحوا سواء كانت خسارة أو لا يعني سواء كانت نربحنا ولا خسرنا إحنا ربعهم في الصراء أو في الدراء